ضمن البرامج والخطط التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة مع عدد من الجيوش الصديقة نفذت قيادة مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية وسلاح الجو الملكي الأردني وقوة من لواء الاقتحام الجوي السادس عشر لبريطاني تمرين اقتحام جوي مشتركا في أحد ميادين التدريب المخصصة وذلك بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية التمرين الذي تابعه رئيس هيئة الأركان المشتركة وسفيرة البريطانية في عمان اجتمل على عمليات الاقتحام الجوي والتعامل مع الأهداف المختلفة والقتال في المناطق المأهولة ورمايات لطائرات مقاتلة على أهداف وذلك لاختبار مدى القدرة والفاعلية بين الجيشين الصديقين أثناء العمليات المشتركة وقد أظهر المشاركون في التمرين كفاءة قتالية واحترافية عالية ودقة في إصابة الأهداف ومن أهداف التمرين الأخرى توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين وعلى مختلف المستويات العملياتية والتدريبية واللوجستية ترجمة نانسي قنقر